أعزائي طلبات وطلبات الصف الثالثة الأدادي أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التاريخ بعنوان الحياة النيابية والحزبية في مصر طبعا يا أولاد الحياة النيابية زي ما انتوا شايفين كده هي عبارة عن قيام الشعب بانتخاب أو اختيار ممثلين لإدارة شؤون الحكم في البلاد وسن القوانين أو وضع القوانين ومراقبة أعمال الحكومة اللي هو زي مثلا قوانة البرلمان مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو زي مجلس الشيوخ طب بالنسبة لسلطات الحكمة في مصر تنقسم سلطات الحكمة في البلاد يا أولاد إلى أربعة أقسام أول حاجة رئيس الدولة ثم سلطة التشريعية ثم سلطة التنفيذية ثم سلطة القضائية بالنسبة لرئيس الدولة اللي هو يمثل رئيس السلطة التنفيذية في البلاد وعندنا السلطة التشريعية يمثلها مجلس النواب ومدته خمس سنوات السلطة التنفيذية تنقسم إلى قسمين رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء والنوابهم القسم الآخر هو الإدارة المحلية ويمثلها المحافظ والأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية أما السلطة القضائف يمثلها المحاكم باختلاف أنواعها تطور الحياة النيابية في مصر طبعا يولد بنقسمها إلى مراحل معينة مرحلة ما قبل الاحتلال البريطاني يعني قبل 1882 وعندنا مرحلة عصر الاحتلال البريطاني وعندنا المرحلة اللي هي ما بعدها صورة يوليو 1952 بالنسبة للمرحلات ما قبل الاحتلال البريطاني تم إنشاء بعض المجالس السورية يعني شكلية ما كانش لها أي قيمة وطبعا زي مثلا عصر محمد علي تم إنشاء مجلس المشورة والمجلس العالي وما كانتش بتمثل حياة النيابية في مصر أما بداية الحياة النيابية فتعتبر من منذ بداية عصر إسماعيل حيث قام بإنشاء مجلس يطلق عليه مجلس شورى النواب وذلك سنة 1866 اللي هي تعتبر بداية الحياة النيابية في مصر بالنسبة لعصر اللي هو الاحتلال البريطاني ينقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى تم إنشاء مجلس شورى القوانين وذلك يمكن لها كلها جنة مجال الشكلية والجمعية العمومية ولم تمثل حياة نيابية في مصر المرحلة الثانية تم إصدار الدستور 1923 الذي تضمن حرية تكوين أحزاب سياسية وإنشاء برلمان ينقسم إلى نواب وشيوخ مرحلة ما بعد ثورة 1952 جاءت الثورة لثورة يوليو فتم إلغاء دستور 1923 وإنشاء دستور آخر وحل الأحزاب السياسية في عهد جمال عبد الناصر صدر أول دستور بعد الثورة سنة 1956 ونقص على أن السلطة الشرعية تكون في يد مجلس منتخب يسمى مجلس الأمة ثم في عدد السادات صدر الدستور 1971 اللي أطلقه على الدستور الدائم وهذا الدستور يؤكد سيدة القانون استقلال القضاء ومبدأ تعدد الأحزاب بالنسبة للدستور الدستور يا أولاد ده حاجة كبيرة كده بيشتق منها القوانين وتمثل الوثيقة الرسمية التي تحدد نظام الحكم في الدولة وتحدد شكل واقتصاصات المواسسات بالنسبة للبرلمان البرلمان يا أولاد حاجة زي مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو مجلس النواب مجلس الشيوخ وده بيمثل المجالس النيابية التي تتولى الصدر التشريعية في الدولة دور المرأة في العمل الوطني هنأخذ بعض المأزج الموجودة في مصر ونرى أدوارها على مر التاريخ فبداية بمرحلة ما قبلها صورة 1919 قام الخلوة إسماعيل بإنشاء أول مدرسة لتعليم البنات اللي هي مدرسة الثانية اللي موجودة في السيدة حي السيدة زينب بالكاهرة وإسماعيل اهتمام بتعليم البنات وذلك بدعوة من رفاعة التغطاوي بتعليم البنات فقامت وقامت أيضا جميلة حافظ بإصدار مجلة يطلق عليها مجلة الريحانة وهي تعتبر أول مجلة النسائية مصرية ثم تحولت هذه المجلة إلى جريدة تحولت بجريدة مرحلة ما بعد صورة 1919 شاركت المرأة الرجال في المظاهرات 1919 غدش عراوي كانت رئيس اللجنة لجنة الوافد المركزية والتحكت المرأة المصرية بالجامعة الأول مرة سنة 1928 مرحلة ما بعد صورة يوليو 1952 وأكرر دستور 1956 حق المرأة في الانتخاب والترشخ فأصبحت المرأة عضوها في البرلمان أيضا حجمة أبو زيد هي أول وزيرة للشؤون الاجتماعية سنة 1962 وبإذن ده دليل أن المرأة كان لها دورا في جميع مراحل في الفترة سنة 1971 ل1981 قام الرئيس السيدات بتعيين عائشة راتب وزيرة للشؤون الاجتماعية سنة 1971 ثم جاء وتم تعيين أمال عثمان منصب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في الفترة من 1901 حتى الآن طبعا كان لها دولة بازلت مجود كبير في تدعيم مكانة المرأة على كافة المسلمات حسقامت بإنشاء المجلس القومي للمرأة طيب بالنسبة يا أولاد لمنظمات المجتمع المدني يعني أي منظمات المجتمع المدني؟ المنظمات المجتمع المدني يا أولاد بتضم جمعيات المجتمع المحلي المنظمات غير الحكومية والنقابات العملية والجمعيات الخيرية طب إيه دور المنظمات دي؟ دور المنظمات دي يا أولاد هو مكمل لدور الحكومة يعني بتساعد الحكومة في تأدية دورها زي مثلا تثقيف المواطنين وتعرفهم بالحقوق السياسية الحقوق السياسية هي بتمثل التصويت والانتخاب والترشح إلى جانب عندنا بتوضح العلاقة بين المواطن والدولة وأيضا تدعيم السياسة العامة للدولة في محاربة الإرهاب وحماية البيئة إلى جانب أن هي بتوفر مناخ يحقق الوحدة الوطنية في البلاد موسيقى